الموضوع الخامس الصياغ الكيميائية الأهداف يرجى في نية الموضوع أن يكون الطالب قادرا على أن يستنتج مفهوم الصياغ الكيميائية وأنوحها يفرق بين الصياغ الأولية والجزائية والبنائية للمركبات النشاط الأول سؤال يتطلب الإجابة عنه ما المقصود بالصياغ الكيميائية؟ الصياغ الكيميائية هي طرق رمزية للتعبير عن تركيب المركبات الكيميائية وتنقسم إلى ثلاث أنواع واحد الصياغ الأولية اثنين الصياغ الجزائية ثلاثة صياغ التركبية الصياغ الأولية هي أبسط صيغة لوصف نسبة الاتحاد الكل للعناصر في المركب الكيميائي الصيغة الجزائية توضح العدد الفعلي للزرات في الجزائي المركب الصيغة التركبية توضح التركيب البنائي للمركب مكيفية توزيع الزرات وارتبطها مع بعض بشكل مبسط أكتر الصيغة الأولية نسبة تواجد الزرات داخل المركب الصيغة الجزائية عدد الزرات الموجودة داخل المركب الصيغة التركبية بشكل ترابط الزرات المركب مع بعضها مثال هناخد مركب البنزين الصيغة الأولية بمركب البنزين ايه هي سي اتش بنسبة واحد لواحد سي كربون والاتش الهيدروجين الصيغة الجزائية عدد الزرات اللي موجودة داخل هذا المركب ست زرات كربون ست زرات هيدروجين الصيغة التركبية شكل ترابط الزرات مع بعض شكل سداسي موجود عند كل زاوية له زرات كربون ومرتبط بزرات هيدروجين مثال آخر مركب الهيدرازين مركب الهيدرازين الصيغة الأولية بتاعته N H2 الصيغة الأولية بتاعته ايه N H2 الصيغة الجزائية N 2 H4 يعني زراتين من النيتروجين ومعهم اربع زرات من الهيدروجين الصيغة التركبية شكل الزرات ازاي مترطة مع بعضها زرات الانتروجين شبكة مع زرات الانتروجين اخرى بربطة وكل زرات منهم ماسكة في زراتين هيدروجين كما موضع بالشكل N ماسكة مع الN التانية وكل زرات من الN ماسكة في كم زرات هيدروجين زراتين هيدروجين هذا الصيغة التركبية لمركب الهيدروجين اكتب تقريرا يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع الموضوع